بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور احمد صلاح ان شاء الله النهاردة هناخد محاضرة مهمة جدا بعنوان الانزايم يعني اي انزايم يا دكتور دلوقتي انا لو عندي تفاعل كيميائي بيحصل في الجسم او بر الجسم التفاعل دوت بيحتاج درجات حرارة معينة وبيحتاج خصائص معينة تكون متوفرة في الوسط اللي هيتم فيه التفاعل علشان التفاعل ده يحصل بصورة كويسة من الخصائص دي درجة بي اتش معينة تمبريتشار معينة انورجي معينة تمام طب هل الحاجات دي تبقى متوفرة باستمرار قالك لأ زمان كانت الصناعة مكلفة جدا علشان عشان يعملوا متفاعل كيميائي بين مادتين عشان يصنعوا مادة تالتة يعملوا منها حاجة يقولك احنا التفاعل ده محتاج درجة حرارة 1500 لأ ده محتاج درجة حرارة 1000 محتاج درجة حرارة 500 فالحرارة الكتير دي هيجيبوها من ايه؟ هيستخدمهم وقود طب ما هو الوقود ده بتكلفة بايزا التكلفة عادة غالية جدا احنا عايزين نشوف حل للمشكلة دي فبدأوا من هنا يدوروا على مواد اسمها الكاتالايست الكاتالايست اللي هي المحفزات اللي هي مواد هتؤدي الى حدوث التفاعل بنفس الكفاءة ولكن بطاقة اقل فهي بتحفز التفاعل طب جوة الجسم يبقى اسمها catalyze ولكن biological catalyze محفزات حيوية يبقى الانزايم دي محفزات حيوية biological catalyze بتزود الريتوفري اكشن وتقلل لي الانيرجي اوف اكتيفيشن اللي هي طاقت التنشيط طاقت التنشيط دي الطاقة اللي انا بحتاجها علشان اخلي المتفاعلات تتفاعل مع بعض بيقول لي ليها ما بتغيرش الفري انيرجي او الدلتا جي ايه الدلتا جي انت اعرف بس انها بتقلل طاقة الاكتيفيشن اللي هي لكن في عندي حاجة اسمها الدلتا جي او الطاقة المتحررة او الطاقة المستخدمة دي هي ملهاش دعوة بيها ودي مش مهمة علشان نبدأ التفاعل دي بتتم وسط التفاعل فانا قريدي بدأت التفاعل في حاجة اسمها الطاقة الحرة او الفري انيرجي هي ما بتأثرش عليها هي بتأثر بس على الطاقة بتاعت الانيرجي اوف اكتيفاشن طيب كمان الانزيم بتعمل ايه بتعمل انهانس يعني بدل ما التفاعل ده ياخد ساعة ما ياخد عشر دقايق ما ياخد دقيقة ما ياخد سانيتين تمام ونطأ التيرد ما بتتغيرش الانزيم سيبتفضل كما هي لا تتغير لا تدخل في التفاعل هي بتحفز التفاعل فما بتتغيرش في النهاية بتخرج زي ما هي سليمة وتستخدم تاني طيب الانزيمس هي عبارة عن بروتينات الانزيمس هي عبارة عن بروتينات معادة معادة الريبوزومس المستخدمة في او اسمها الريبوزايمس المستخدمة في تفاعلات الRNA بيبقى الطبيعة بتاعتها RNA يبقى انا عندي كل الانزيمات بروتيين معادة بعض الانزيمات بتبقى المكونة من نيوكلك أسد اللي هي احماض نموية اللي هي الأحمود المكونة للDNA والRNA فبسميها رايبوزايم 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 يبقى كله بروتين مع عدد رايبوزايم بتبقى مكونة من RNA طيب لما نجي نتكلم على الستركشور بتاع الإنزيم فالإنزيم له كذا يقيمة سيمبل إنزيم وده اللي هيتكون لي من بروتين أنلي شكرا أما ينقصت جنب بعضها الإنزيم يتكون أو كومبليكس إنزيم اللي هي إنزيم بتتكون من بروتين بارد ونون بروتين بارد بنسميها الهولونزايم الهولونزايم أو الكومبليكس إنزيم دي بتتكون من جزء بروتيني وجزء غير بروتيني وممكن معهم كمان حاجة اسمها الكوفاكتور طيب الهولونزايم أو الكومبليكس إنزيم ببقى البروتين بارد فيه اسمه الأبونزايم والنون بروتين بارد فيه اسمه الكوفاكتور تاني الانزايمس يا سيمبل بتتكون من بروتين بس اللي اسمها هولونزايم بتتكون من جزء بروتيني وجزء غير بروتيني الجزء البروتيني بسميه الأبونزايم الجزء الغير بروتيني بسميه الكوفاكتور الكوفاكتور ممكن يكون فيتامينس أو ممكن يكون بروسيستيك كروب فيتامينس اللي هي الفيتامينات اللي احنا عارفينها اللي احنا لسا اخدينها دي ما هي دي كلها تعتبر كو انزايم أو كوفاكتور بتساعد تمام؟ أما البروسيستيك جروب فامبودي ممكن تكون بقى أي مادة انورجانيك كذرة مثلا أو معدن معين تمام؟ بيعمل كوفيلانت بوند للأبونزايم ويربط فيها جامل فقال لك بعض الانزيمات بيبقى مرتبط بقى حديد بعض الانزيمات مرتبط بقى زينك ببقى بعض الانزيمات مرتبط بقى نحاس وهكذا تمام؟ إنما الفيتامينس بتبقى لوسلي بوند بيبقى لها ويك بوند مع الأبونزايم يبقى ثاني وآخر مرةンقولنا سيمبل اللي بتكون من بروتين انلي أو كومبيكس اللي هي هولونزايم الهولونزايم دي بتكون من بروتين ب helm أسميه الابونزايم أو الكوفاكتور اللي هو non-brulating band الكوفاكتور مع الابونزايم يس Ferguson طب الكوفاكتور ممكن يكون فيتامين اللي هو بيبقى large organic molecule وبيبقى ماسك بربطة ضعيفة مع الابونزايم أو بروسيستي جروب اللي هي مادة إنورجانيك تبقى مسكة بقوة مع الأبونزايم بربطها تساهمية كوفيلانتبونت طيب تعالوا نتكلم على الأبونزايم بنسبة للأبونزايم احنا قلنا ده البروتين ده البروتين بارد من الأنزايم وزاوة إتسنان بروتين بارد بيسمى أبونزايم وبيبقى إن أكتف غير نشط لازم أن الكو أنزايم يكون موجود أو الكو فاكتور يكون موجود علشان ينشطه يبقى الإنزايم بدون النان بروتين بارد يسمى أبونزايم يبقى البروتين بارد بتاعت الإنزايم اسمها أبونزايم نشطة لا يا دكتور مش نشطة محتاج الكو فاكتور معها علشان ينشطه إنما الهولونزايم ده ده الأكتف إنزايم اللي بيحتوي على النان بروتين بارد ده الكامل بقى اللي فيه الأبونزايم مع الكو فاكتور اسمه هولونزايم السابستريت ده المادة المتفاعلة السابستريت ده المادة المتفاعلة الموجودة في بداية العملية اللي الانزيم هيرتبط بيها ويخليها تبدأ الـ اسمها Substrate اللي هي المتفاعلات طب الميتابولايتس او بنسميها البرودكت دي اللي هي النواتج يبقى ميتابولايتس او بروودكت دي النواتج طب السبستريت دي المتفاعلات السبستريت بنطلق عليها اسم تاني حاجة اسمها بريكورسور اكتبها برضو بريكورسور لما اقول لك مثلا مادة ايه زائد بي الدوني سي اسمي سي ميتابولايت اسمي سي بروودكت اسمي او بي سبستريت وقوم عيل قيل على ايه ان هي بريكورسور لسي يعني ايه بتدخل في تفاعل وتكون لسي وسي ميتابولايت لايه يعني سي نتج عن ايه وايه يعني سي ايه مواد بدائية لسي اللي ايه هتكون سي يعني يبقى لما اقول ايه بريكورسور لسي يعني ايه هتكون سي وسي ميتابولايت لايه يبقى ايه هي اللي كونت سي تمام وده فكرة ايه سبستريت وبركورسور وبرودكت وميتابولايت طيب ايه الميكانزم بتاعة الايه الاكشن اوف الانزايم قال لي والله الميكانزم بتاعة الانزايم انه هو بيعمل بيحفز التفاعل طيب عشان يحفز التفاعل ونشوف بيحفز ازاي لازم ان ناخد شوات مصطلحة حاجة اسمها اكتيفيشن انيرجي يعني ايه بقى اكتيفيشن انيرجي احنا عندنا مثلا مثلا عايزين نربط مادة ايه بمادة بي المادة ايه دي مثلا بتحتوي على سي وفي نهاية السي دي مثلا اتش 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 والمادة بي مادة بي في نهايتها من هنا مثلا ان خلي دي او اتش عشان بس يبقى المثال صحيح او اتش خلي دي ان اتش اتش طيب انا عايز اربط المادتين دول ببعض عشان اكون مادة جديدة قال لي بربطهم بان انا باخد دي مع دي وكون مية اتش تو او وقوم رابط السي في الان طيب دلوقت انا عشان اعمل العملية دي محتاج طاقة عشان اكسر الرابط دي صح؟ وقومي كون الرابط الجديد دي اسمها الاكتيفيشن انرجي الاكتيفيشن انرجي الاكتيفيشن انرجي دي الانرجي نيدد تبريك البوند وفي الموليكيول وفي الرياكتنت اليها السابستريت او الانرجي ريكويرد ما اكتيفيشن انرجي الفري انرجي دي طاقة الرياكتنت ذات نفسه او طاقة البروداكت ذات نفسه دي حاجة خاصة بالكيميا احنا مش هندخل نفسنا فيه ومن انت تعرف ان دي الطاقة الاصلية بتاعت الرياكتنت اللي هي المواد المتفاعلة او البروداكت دي دي الفري انرجي عشان اشرح لك تعريفة ايه بقى هندخل بقى في سكة الكيميا انا ماليش دعو بالكصة دي هي اصلا ما اتهمناش طيب الكتاليست دي المحفزات طيب بيقولي ان اي اي مواد دخل تفاعل بيبقى فيه استيت او حالة اسمها الترانزيشن استيت اللي هي الحالة الايه الانتقالية اللي هي دي مواد متفاعلة ودي مواد نتجة المواد المتفاعلة بتدخل في حالة انتقالية وبعد كده تقومي كونا المواد النادي ففي الحالة الانتقالية دي دي استيت بيكون فيها السبستريت انستيبل غير مستقر اند شورت لايف او بنسمعه شورت شورت لفد كيميكال استيت يعني ايه بقى انا دلوقتي لما رحت قسرت الربطة دي قمت دلوقتي حازف الو اتش والنحة التانية قمت حازف الاتش اصبحت الان الان فيها ربطة فضية والسي فيها ربطة فضية طب هل الوضع ده مستقر؟ لا الان دي بتجري على اي ربط وده بيجري على اي ربط يقوموا بمتحدين مع بعض في اسمها شورت لفد في الثانية خلاص الموضوع هيخلاص فده ما بيتعش فترة طويلة يبقى الاكتيفيشن انرجي دي اتقل انا محتاج عشان اكسر البند او اربط بالاكتيف سايت مهم ما بتجي في الامسي كيو الترانزيشن استيت دي الحالة الانتقالية كل تفاعه ومشكلة انت هتيجي تقرأ هتقوم رابط للكلام في بعضه ده كده وده عب الكتاب يبقى ترانزيشن استيت قلنا ده اتش راكشن هاز اترانزيشن استيت الليها فترة انتقالية او مرحلة انتقالية يكون فيها السبستريت انستابل غير مستقر وشورت ليفد ايه استيت شورت ليفد كيميكال او استراكشور استيت يعني اما في خلل في الرابطه نقصة او في التركيب بتاعه في زره نقصة او في مركب نقصة يبقى ده كده ايه ترانزيشن استيت بيقولي بقى ان الانزيم في الاكشن بتاعه بيقللي الاكتيفشن انرجي وما بيقصر ليش على فري انرجي بس يا دي الجملة الي انا عايزك achievingها من القصة الطاولة دي كلا فلو جدت يشوف التفاعل ده ده التفاعل به زود انزيم وده التفاعل بانزيم Talkable وده الانرجي بتاعه البرودكت ده الفارق بينهم الديخ بينهن او الديلتاجي احنا عدلنا حاجه في ده لا، التفاعل الأصمر الأصلي كان بدء هنا منتهي من هنا مجدار التغارف الطاقة أول ما راح جاي دي البداية، دي النهاية، دي بديل تهجيء اللي هي Free Energy طب في اللحمر نفس القصة، يبقى أنا مغيرتش عمال الفكرة في إيه بقى؟ فكرة في اللي فوق دي اللي فوق دي اسمها Activation Energy هنا Activation Energy كانت عالية خالص هي هنا Activation Energy قليلة هي يبقى أنا قللت Activation Energy لكن مجدش ناحية Free Energy يبقى دي فكرة الإيه؟ Free Energy جيت لك في الإيه؟ في الرسم الباني هو تفهم ده طيب طيب، عايزين نتكلم بقى عن الـ Active Site بتاعت الإنزيم الفكرة في إيه دكتور، فكرة ده كتلة الإنزيم هو الإنزيم بيبقى فيه منطقة كده عاملة زي تجويف هو يقولك كليفت شق دي اسمها الـ Active Site استنيها المادة المتفاعلة اللي هيكون شبهها شكل الـ Active Site تدخل فيها فبقولي الـ Active Site دي اسبيشيال بوكت زي تجويف أو جيب أو كليفت شق موجود في الإنزيم فبنسميه الـ Active Site طيب إحنا قلنا إحنا قلنا إن الإنزيم هيتغير في التفاعل ولا يفضل زي ما هو؟ لا يفضل زي ما هو هو بيرتبط يحفز التفاعل ويمشي زي ما هو بدون أن ينكس أي شيء طيب لما أجي أعمل بقى رابطه وأربط الإنزيم بالـ Substrate أربط بروابط تساهمية قوية يصحب كسرها وتغير الشكل ولا رابط ضعيفة لا أربط بروابط ضعيفة فيقولي بحصل رابط بين الـ Substrate والإنزيم بـ Multiple Weak Attraction Traction ضعيف زي الـ Electrostatic Interaction أو الـ Hydrogen Bond أو الـ Hydrophobic Interaction طيب وده بيفصر لي وده بيفصر لي الـ Specificity بتاعت الإنزيم اللي هو التخصص إن كل إنزيم بيشتغل على مولوكيولس معينة أو تفاعلات معينة أو سبستريت معينة لأن الإنزيم الـ Active Site بتاعه بيبقى له شكل معين الـ Active Site مش هيقبل إلا المادة اللي لها نفس الشكل فبيقولي الـ Specificity بتعتمد على الـ Special Arrangement of Atom and Space اللي هو الترتيب الفراغي لجزيئات الـ Active Site في الفراغ لأن اللي قدامك دي عاملة شكل مسلس لو أنا جدي، لا دي مش هتدخل هنا مش هيحصل تفاعل تمام؟ إنما اللي فوق آه هيحصل تفاعل اللي هو دي اسمها الـ Specificity فبيقولي لهوت إزاي بقى الـ Catalyzer Action بيتم أنا عندي إنزيم بيرتبط بـ Substrate فيديني Enzyme Substrate Complex الـ Enzyme Substrate Complex هو ده الـ Transitional State اللي هي المرحلة الانتقالية فالـ Enzyme Substrate Complex ما بقدرش يستحمل ويقوم يحول الـ Enzyme Substrate Complex إلى Enzyme Product Complex الـ Enzyme Product Complex برضو ما يقدرش يستحمل يقوم مكسور إلى Enzyme و Product يبقى أنا دخلت إنزيم طلعت إنزيم دخلت Substrate طلعت Product تمام؟ طيب إيه الميكانزم بتاع الـ Action قال لي والله في عندك نظريتين Serious يعني نظريات فأنا في عندي نظريتين بيفسرهم الـ Action بتاع الإنزيم حاجة اسمها اللوك أند الكي موديل وحاجة اسمها الـ Induced Defeat Model ده واحد ده اثنين رقم عشان تعرفت ذاك واحد اللوك أند الكي موديل بنسبة للـ Induced Defeat اللوك أند كي موديل يقولك شكل الـ Active Site هنا بيبقى ريجد ناشف بص يا بشا أنا أهو أهو ده الشكل بتاعي اللي هيقدر يدخل هنا بنفس الشكل أهلاً وسهلاً مش هيقدر يدخل أنا مش هريحه مش هريحه عمل شبه اللي بيقس جزمة من خرصانة فلو رجلك على قد ما كان الفجوة اللي موقع خرصانة الجزمة مش هتوزع لو رجلك على قدها بالضبط هتدخل مفيش حاجة اسمها هتدخل حشر مفيش حاجة اسمها هتوزع سنة لا هي بالضبط رجلك قدها جزمة زاز زاز بتمدد ما بتمددش بدي اسمها لوك أند كي نفس فكرة الإفل والمفتاح أنا مفتاح بيتنا هيفتح بيتكم لا مفتاح بيتكم هيفتح بيتك بيت حدي تاني لا ليه لوك أند كي كل مفتاح خاص بإيه؟ بإفل معين فدي اسمها لوك أند كي فالاكتف صايت بيبقى ريجد صلب أو ناشف وان سابستوريت بس أو السابستوريت اللي هيعمل ماتشنج في الشيب هو اللي هيقدر إيه؟ يتفاعل مع هذا الانزيم أو الانزيم يقدر يحفش له التفاعل بتاعه يبقى only سابستوريت with ماتشنج شيب كانفت تقدر تمسك تقدر تربط وده طبعا هيفسر لي الأبسليوت انزيم بسيفيسيتي ولكن الانزيم ده هو خاص بالمادة ده عندي انزيم اسمه ليوريكيز ما بيرتبطش في حياته غير بالليوريك أسد بس ده انزيم متصنع عشان المادة دي ليه؟ أسلولوك أندكي موديل هو لو فيه يوريك أسد هاتفاعل فيش يوريك أسد مش هاتفاعل ليه؟ أسلولوك أسد نفس الشكل بتاعه وده بيفسر ليه الانزيم لما بعمله ديناتيوريشن كبروتين بيبقى unfunction بيفقد الغظيفة بتاعته لأن الـ active site بتاعه شكله بتغير وانا لما بعمل ديناتيوريشن للبروتين انا بجيبه مثلا من تيرشير استراكشور ليه؟ ساكندر استراكشور فهنا الشكل تغير فطالما الشكل تغير بقى أنا فقدت الايه؟ بقولك ده بيفسر لي اللصق في الاكتيفتي لما يحصل ديناتيوريشن للانزيم حلله طيب الموديل التاني اللي هو الـ induced fit model induced fit يعني أنا هحاول ريحك شوي هنا بقى أنا لابس جازمة الجازمة بتمط أستيك فهتاخد شكل رجلي فبيقولي هنا الـ active site is flexible not rigid flexible يعني بياخد ود مارين فهنا الانزيم shape والـ active site shape والـ substrate shape adjust to maximum زى ايه؟ زى fit يعني هم الثلاثة بيعدلوا بنفسهم علشان يوصلهم لأحسن ارتباط وده اللي هيحفز لي الـ catalysis بيقولي هنا ببقى فيه greater range of specificity قولك مثلا الانزيم ده هيشتغل وهناخد الـ specificity بأنواع type of specificity طيب اقولك ايه؟ الانزيم دوت بيشتغل على الرابطة الـ hydrogenية او الرابطة الـ peptide اللي موجودة في البروتينات بيشتغل على بروتين A وبروتين B وبروتين C وبروتين D بس ما بيشتغلش غير على بروتين بس بس فهو الرابطة او الشكل الـ active site بتاعه مطابق للـ peptide bond بتاعت البروتينات فمش هيشتغل على كربوهايدريت ولكن هيشتغل على range واسع من البروتينات لان هي بتعدل نفسها على حسب كل رابطة تمام؟ فيه هنا greater range of specificity يعني مدى واسع من التخصص شوي وبيقول لي this model more consist with wider range of enzyme يعني معظم الانزيم او اغلبية الانزيم بتتبع حزا الموديل وليس اللوك اند الكي اللوك اند الكي يقولك doesn't work for all enzyme يعني مش كل الانزيمات لوك اند كي اللوك اند كي ولكن الاكتر هو الـ induced fit A model نيجي بعد كده للـ naming of الانزيم قال لي والله الانزيم احنا بنسميه على حسب حاجات كتير قوية يعني مش حسب حاجة واحدة بيقول لي مهما اختلفت الاسامي فالانزيم كلها بتطفق ان النهاية بتاعتها تبقى ASE فانا لو شفت الصوفيكس اللي هو النهاية ASE يبقى انا كده بتكلم عن انزيم ممكن الانزيم بقى يتسمى على حسب المادة اللي بيشتغل عليها فاقولك مثلا الانزيم اللي بعمل هيدروليسيس للساكروز اسمه ساكاريس يبقى ده اللي بيكسر الساكروز ممكن الانزيم يتسمى على الـ reaction ذات نفسه مش اسم المادة فاقولك الـ oxidase enzyme بعمل oxidation ممكن يتسمى اسمه خاص زي الـ digestive enzyme اللي بتتسمى بيبسن و تريبسن دول على اسم ايه؟ لا دول اسمه خاصة كده عادي مفيش مشكلة ممكن يتسمى على اسم الـ substrate اللي بيشتغل عليها والـ function كمان زي الـ alcohol dehydrogenase يبقى بيعمل dehydrogenase للالكوحول بتر الـ reaction وده الاسم تمام؟ طيب احنا هنبدأ ناخد العائلات بتاعة الانزيم اللي هو الشغل بتاع الانزيم او classification بتاع الانزيم لما بنيجي نعمل classification للانزيم علشان نصنفهم بنصنفهم الى عائلات كبيرة اسمها الـ family الفاميلي دي كلهم بيقدوا نفس الـ reaction فاقولك مثلا اول family معانا Oxido Reductase كلمة Oxido Reductase يبقى خاصة بالـ Oxidation Reduction Reaction اللي هي تفاعلات الاكسادة والاختزاء تاني عائلة مثلا معانا يقولك Transiferes Transiferes جاي من كلمة transfer يبقى بتنقل مجموعة وظيفية معينة من مكان لمكان طيب تالت عائلة معانا مثلا يقولك الـ Hydrolysis enzyme الـ Hydrolysis دي اللي بتكسر بوند بتكسر ربطة تمام؟ يبقى الـ Hydrolysis enzyme طيب رابع مجموعة معانا مثلا الـ Liesis يقولك دي اللي بتعمل cleavage لفيريس بوند لا دا دا عدد متنوع من البوند هتقوم انت قل لي طب ايه الفرق ما بين الـ Liesis وما بين الـ Hydrolysis اللي انا اخدها فوق وقال لكم الـ Hydrolysis بتكسر الربطة اه بس بتكسرها بمية بتعمل لها Hydrolysis بمية تمام؟ تستخدم المية لكن الـ Liesis بتكسر بنفسها بتقطع بنفسها تمام؟ بطرق اخرى غير الـ Hydrolysis وغير الـ Oxidation طب الايزوماريزيس قولك الايزوماريزيس يا دكتور ده بتحول الايزومار الى ايزومار تاني يعني مثلا عندنا الـ L-anine ده D-anine احوله الى الـ L-anine او الـ L-anine احوله الى D-anine وهكذا طيب عندي بقى الـ Liesis enzyme يقولك الـ Liesis دي اللي بتربط المركبات ببعض يبقى ده بيتكون ربطة يبقى بيتكون Covalent Bond تمام؟ يبقى دي الـ Liesis enzyme يبقى ده اسمها Family بتاعت الـ Enzyme يبقى تاني بقى انا اخدهم بشيء من التفصيل طيب بنسبة للـ Oxido Reductase قلنا الـ Chemical Activity بتاعتهم ان هما بيعملوا Oxidation Reduction Reaction Oxidation Reduction Reaction دي ده فعالات الاكسادة والاختزاج اللي هو يدي المادة اكسوجيني ياخد من المادة هيدروجين وهكذا تمام؟ اللي هو هو تقاد اندرمو في الايه؟ الـ Hydrogen أطو طبعا لو ضفتها هيدروجيني بقى انا بعمل Reduction للماد لو شلت منها هيدروجيني بقى انا بعمل لها Oxidation مثال على ده مين؟ قال لي الاكتيت دي هيدروجينيز الاكتيت دي هيدروجينيز عمتا اي حاجة في اسمها دي هيدروجينيز طيب بنسبة للـ Transferase قلنا ده بيشيل من مكان يحطه في مكان تاني ياما يكون دونر هو اللي يستقبل من المادة او اكسيبتور ياما يكون دونر هو اللي يعطي للمادة او اكسيبتور يستقبل من المادة يعني يدي للمادة مجموعة مصايدة ياخد منها مجموعة امين يديها مجموعة حسفات وهكذا زي مين؟ قال لي زي Transminase Enzyme Transminase Enzyme اللي اسمهم ALT و ASD دول مسئولين عن انهم يشيلوا مجموعة امين من امين واسد يدوها لحب تاني وينقلوها تمام؟ يعني دي مجموعة امين على الالانين يدوها للالفا كيتو جلوتاريت فالالانين يتحول الى بيروبيل والالفا كيتو جلوتاريت يتحول الى لجلوتاريت فبنجل الهايدروليزيز انزام هيدروليزيز تعمل هيدروليزيز للبند بإضافة مية كيف يكسر البند بإضافة مية كي يشتغلون على البروتين اللي هم البيبتيديزيز والدي أمينيزيز ويكسروا البيبتيدية مبين الأمين أسف والكربوهايدريت الأمينيليزيز ثم اللي بشتغل على الليبيز اللي هو الليبيز بكسر الليبيز والفوسفاتيز يعني الفوسفاتيز ده مثلا هوت اثنين فوسفات بيروخوسفات يعني اثنين فوسفات كسر الربطة بينهم باضافة ماء واللي باضافة ماء ازاي اضاف المية قامت ال-O رحت هنا وخدت H وال-O التانية بقى من المية O-H وشي المية بقسم O-H و H ال-H رحت على ال-O فبقت O-H والتانية رح لها O-H جاهزين بقى 2-A و 2 فوسفات بس بالنسبة لي اللي يزيز بقى اللي يزيز بتكسر لي اي بند مثل الآلدوزيز يكسر بند عن طريق هيدروليسيز اوكسوتيشي بطريقة اخرى بالنسبة لي اللي يزيزيز يحول لي ايزومر الايزومرتين مثل الآيزوميريز انزيم والميوتاز انزيم بالنسبة لي اللي يزيز انه دول بيضموا البعض الجلوتاميت سنسيز او الجلوتامين سنسيز ده بيكون للجلوتامين نتيجة انه بيجمع اي روابط طبعا بيبني الرابطة يبقى بيستهلق يبقى بياخد طاقة بيكسر رابطة بيطلع طاقة لكن هيبني رابطة يبقى محتاج طاقة بيطلع طاقة بيكسر طاقة يقولك بقى زي الكاتاليز لايجيشن او الكاتاليز لايجيشن والجويننج افتو سبستريت علشان ندي ايه تركب تاني طبعا كله بيحتاج انه راجع جمع هملة تانية عملة طيب الطيب اف انزيم بقى الاسبيسيفيسيتي اللي هو التخصص طيب واحسن حاجة هنا هو ما تدنيش غير جملكين اللي هم جملكين البشاط اللي انا اصلا في الاخر هقولك احفظهم ما قالش رفاصل كده كل انزيم بيبقى سبيسيفيسيفيك لمادة معينة لبوند معينة لري اكشن معينة لصيغة معينة يبقى يسمى التخصص الاسبيسيفيسيتي انهار يشتغل على حاجة معينة فبيقول لي في عندنا انواع من الاسبيسيفيسيتي بتاعت الانزيم في عندي ابسوليت اللي بسميها الجروب في عندي الانكتش وفي عندي واخر نوع معي اللي هو الاسبيسيفيسيتي بلنسبة للابسوليوت يقولك يا باشا انا متخصص بمادة واحدة بس في اليوريا هعمل لها يورييس بتشتغل على مين يعني بشتغل على اليوريا طب نجيب لك حد شبه اليوريا والله بشتغل على اليوريا بس طب هتعمل ليه في اليوريا يقولك ملاكش دعم انا بشتغل على اليوريا بس اليورييس بشتغل على اليوريا يبقى only single one substrate خصوصية مطلقة يعني absolute مطلقة حاجة واحدة بس لكن ال relative يقولك نسبي على عصب ايه جروب ايه او ربط ايه يقولك حنا نشتغل على جروب يعني similar substrate بمعنى يقولك اللي بيز اشتغل على الدهون اللي بيز اشتغل على الدهون تمام؟ زي ويكسر فيهم براحة حاجة فوسفولبيت حاجة بانواح لكنها بيشتغل على الاتمين عادة والموم بيشتغل على الدهون تمام؟ الهيكسوكينيز بيشتغل على اي حاجة تضيف فوسفات كل السكرية بيضيف بي او فوسفات للهيكسوزيس هي الجلوكوز والجالكتوز والمانوز والفاركتوز ثم عندي المتخصص للينكج ربطة معينة انا هشتغل على البطاية البند هاتلي كل البروتينات هكسر كل البطاية البند الموجودة في كل البريتينات يبقى اسمي كيمو تريبسونوجين كيمو تريبسونوجين باتماشهار بعد كده كيمو تريبسون كيمو تريبسون بيشتغل على البطاية البند يبقى specific 2A في بقى optical specific وده بقى تخصص رخينا انا ملتيف هشتغل على الالفا جلوكوسيديك بند بس انا انما البيتا جلوكوسيديك بند لا مش هشتغل عليه طب هو فيه فرق الالفا بقى ده اوبتيكالي ده حاجات خاصة بالضوء وتفاعلاته الدوق مع المواد بس هو الفكرة ان فيه مركبات بتبقى يمين مركبات شمال في تكون الرابطة بتاعتها فبتبقى الفا او بتبقى بيتا انا هشتغل على الالفا بس هشتغل على البيتا بس ولكن يبقى رابطة بس خاصة باتجاه معين يبقى الالفا مش البيتا يبقى المالتيز يشتغل على الالفا ما يشتغلش على البيتا الالفا ده موجودة مثلا في المالتوب لكن موجودة في السيلو بايوز بس بيتا او لا اشتغل على الالفا هو بايوز البلد الذي قلت ب Señor ع من الرابطة بجمال بمن الرابطة بجمال الحيوز المنزل انه باللمنزل هذه كانت محضرة الانزال محضرة وزيطة وسهلة إن شاء الله اللخصها لكم